دائماً شهر مارس في سنوات الثلاث الماضية كان فيه ألعاب جداً قوية انزلت فيه عشان كذا هذا الشهر أيضاً ما يغفى عليه وهذا الشهر فيه نزلت ألعاب رهيبة وطبعاً حنا دخلنا في الشهر عشان كذا راح اذكر الألعاب حتى لو انها انزلوا وبقول لكم ان هذه الألعاب انزلت ولا لا والحين خلونا نبدأ من غير إطالة أول لعبة معنا هي لعبة Dead or Alive 6 وتعتبر سلسلة ألعاب القتال المشهورة من شركة تيك مو كوي مفريق التطوير تيم نينجا ترجع الجزء السادس هذا الجزء راح يكون فيه تغييرات كثيرة أهمها إضافة نظام جديد للعبة باسم Break Gauge System عشان تنفذ حركات قوية ورح يركز هذا الجزء على الاحترافية أكثر للتنافس اللعبة متوفرها الآن انزلت على جهاز البي سي PlayStation 4 وأيضاً الإكس بوكس 1 Devil May Cry 5 أخيراً بعد انتظار طويل الجزء الخامس من سلسلة ألعاب Devil May Cry من شركة كاب كوم بعد محاولاتهم انهم يقدمون ريبوت غربي للعبة ما حصل عجاب الغلبية لكن الحين ترجع السلسلة الجذورها الأساسية في هذا الجزء راح يكون فيه ثلاث شخصيات هي دانتي ونيرو والشخصيات الجديدة في مع كل واحد منهم ضربات خارقة جديدة وتحديات زعامات عملاقة وأيضاً كل شخص منهم له طريقة لعب مميزة ميزة عن الباقين وأكيد طبعاً أسلحة جديدة وغريبة اللعبة متوفرة الآن على جهاز البي سي PlayStation 4 والأكس بوكس 1 ألعاب الأنيمي دائماً الناس ينفرون منها لأنها ما تكون شغل كويس ويكون أحياناً تسليكي لكن لعبة One Piece World Seeker نتوقع أنها تكون حاجة رهيبة خاصة أن في نقاط كثير جربوها وانتقدوها بشكل إيجابي اللعبة راح تكون أول لعبة عالم مفتوح لOne Piece الأنيمي المشهور أو المانقة المشهورة وطبعاً ما في لعبة قوية لهذا العنوان إلى الآن نزلت لكن يمكن هذا شيء يتغير مع هذه اللعبة والتي تكون من نوع أكشن ومغامرات بعالم مفتوح بيكون في حرية أكثر للتنقل والبحث عن الكنوز والاستكشار المغامرة تكون قصة جديدة ما العلقة بالأنيمي لكن طبعاً فيها شخصيات الأنيمي والمانقة موجودين في اللعبة في جزيرة اسمها جيل أو جزيرة السجن تتحكم شخصية لوفي وأكيد راح تكون كل الشخصيات المعروفة في سلسلة موجودة سواء كخير لعب أو بدور جانبي بالقصة اللعبة راح تستر على جهاز البي سي بلاي سيشن فور والأكس بكس بون في تاريخ خمسة عشر مارس توم كلانزيز The Division 2 بعدها نجاح الكبير جزء الأول من لعبة The Division من شركة يوبي سوفت واللي قدموا فيه تجربة لعبة جماعية بشكل مميز ترجع لنا يوبي سوفت بالجزء الثاني واللي بيكون فيه تغييرات كثيرة عن جزء أول احتاج هذا الجزء راح تكون بعد أشهر قليلة من أحداث الجزء الأول في مدينة واشنطن وراح يكون في تنوع أكبر في الأسلحة والمعدات ومهمات وإضافة كثيرة في محتوى The Endgame اللي هو كان حادس جداً الناس من ضيقين منها من جزء الأول وتم تعديل كثير من ملاحظات موجودة من جزء الأول اللعبة راح يكون فيها تعريب عربي شامل قوائم حوارات وأيضاً الدبلجة بتكون باللغة العربية الفصحة اللعبة راح تستعجزة البي سي بي سيشن فور والأكس بوكس وان في تاريخ خمسة عشر مارس وخلونا نقول أن هذه أول مرة تكون يوبيسوفت تنزل اللعبة من عندها عندنا في الشقة الله وسط بالغول العربية والفصح وكل شيء في نفس التاريخ اللي موجود في كل باقي الدول وهذا الشكر أولاً وأخيراً نوجهه إلى الأستاذ مالك ثفاحة على جهوده في تعريب اللعبة سيكيرو شادوز دايس توايس يمكن هذه تكون من أكثر اللعاب لناس متحمسينها بسبب أنها لا علاقة بدارك سولز نفس المخرج حق دارك سولز هو اللي بيمسك هذه اللعبة وطبعاً من السيديو الرهيب فروم سوفت وير هذه اللعبة راح تكون في عهد الساموراي واللي بنتحكم فيه بشخصية سيكيرو وكعادة ألعاب هذا الفريق تعتمد على النظام القتال الاحترافي واللي بيكون التوقيت فيه عنصر أساسي للضرب والتفادي وهي واحدة من أكثر اللعاب المنتظرة هذه السنة وزي ما قلت لكم يمكن تكون أحد اللعاب المنافسة على لقب لعبة اللعاب اللعبة راح تصدر على جهاز البي سي دي سيشن فور والأكس بوكس وون في تاريخ 22 مارس 2019 يوشيز كرافتت وورد لعبة نتن دو الرئيسية للربع الأول من هذه السنة هي لعبة المنصات يوشيز كرافتت وورد من المطورين جود فيل والمأسيين عن اللعاب يوشي ولي وورد وكيربيز إبيك يار فكرة اللعبة تعتمد على التصميم بالكرتون وبتكون مغامرة بأبعاد مختلفة بدل ما تكون ثنائية الأبعاد بس صار يوشي يمدي صوب العمق وقرب الشاشة ومتوفر ديمو للعبة الآن تقدروا نجابونا يابل ما تنزل اللعبة اللعبة الحصرية للجهاز النيتندو سويتش وراح تصدر فيه تاريخ 29 مارس 2019 وهذه كانت أقوى ألعاب اللي راح تنزل لنا في شهر مارس واللي نزلت في شهر مارس أتمنىكم فيديو عجبكم ولا تنسون اللايك وتشتركوا بالقناة عسن تتعبونه كثير ونسوي لكم ميديوهات رهيبة زي كده وأكثر كما معكم في هذه الشيحة يعطيكم العافية مع السلامة وأيضا لا تنسون اكتب تحت بالكومت إيش الألعاب اللي تحمستوا لها وإيش الألعاب اللي نونت تشترونها يعطيكم العافية أيضا مع السلامة